بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم سبع حقائق تشهد بصدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا استهزأ به المستهزئون فإن الله سبحانه وتعالى خاطب البشر جميعا فقال إنا كفيناك المستهزئين فالله عز وجل كفاه الاستهزاء بقوة التعاليم التي أعطاه إياها كفاه الاستهزاء بهذا الإعجاز النبوي الذي نجده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لذلك سوف نقدم لمن يستهزئ بهذا النبي ويشكك به ويتهمه بالكذب أو أنه جاء بالأساطير نقدم لهم بعض الحقائق العلمية التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الحقيقة الأولى أننا نجد اليوم الإسلام انتشر في كل نقطة يبلغها الليل والنهار من الكرة الأرضية حتى في الألاسكا هناك مساجد تبنى في كل بقاع الأرض هناك مسلمون لا توجد بقعة جغرافية إلا وفيها مسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر قبل 14 قرن يستحيل أن تتنبأ به إلا إذا كان هذا النبي متصلا بوحيا من الله سبحانه وتعالى الحقيقة العلمية هذه الأولى أنبأ عنها حبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما قال سيبلغ هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار من أخبره بهذا الأمر الذي سيبلغ أي الإسلام سيبلغ ما بلغه الليل والنهار إنه الله تبارك وتعالى الحقيقة أيها الأحبة هناك حقيقة أيضا لطيفة جدا عن تراب الأرض العلماء اليوم يحاولون استخراج مضادات حيوية قوية للبكتيريا والفيروسات من تراب الأرض فاكتشفوا في دراسات كثيرة طبعا موجودة على مواقع عالمية تقول بأن التراب تراب الأرض يحوي مضادات حيوية يمكنها أن تقتل الجراثيم العنيدة والمقاومة للأدوية طبعا يقولون إن بعض أنواع التراب يمكن أن يزيل هذه الجراثيم أيضا ويقتلها بشكل مذهل طبعا هناك تجارب طويلة في مختبرات أجريت وجدوا أن التراب يستطيع إزالة مستعمرة كاملة من الجراثيم خلال 24 ساعة نفس هذه المستعمرة وضعت من دون الطين أو من دون تراب فتكاثرت 45 ضعفا سبحان الله طيب التراب يحوي مادة مطهرة إذن هو طهور هذه حقيقة نستطيع أن نفهمها اليوم ولكن قبل 14 قرنا صعب على إنسان أن يتنبأ إلا إذا كان رسولا من عند الله سبحانه وتعالى النبي أنبأ عن هذه الحقيقة بدقة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سبحان الله من أخبره بأن هذا التراب يطهر إنه الله سبحانه وتعالى الحقيقة الثالثة أيها الأحبة أن وكالة ناسا أرسلت بعض الأقمار الإصطناعية حيث صورت ما تحت رمال الجزيرة العربية أو منطقة الربع الخالي بين عمان والمملكة العربية السعودية وجدوا أن هذه المنطقة قد دفنت فيها مجاري لأنهار كانت تعمل بغزارة قبل خمسة ألاف سنة فكانت هذه المنطقة مغطاة بالمروج والأنهار والغابات وغابات السافانة وأشبه بأوروبا اليوم حسب ما تقوله وكانت ناسا وبسبب دورة الطقس يتنبأ العلماء أن هذه المنطقة ستعود أيضا بعد آلاف سنين أو ربما مئات الله أعلم لتزخر بالحياة وتعج بالأنهار والينابية النبي عليه الصلاة والسلام له حديث لطيف رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا من أخبره أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا في الماضي ومن أخبره أنها ستعود مرة أخرى إنه الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الحقيقة الرابعة التي أود أن أعرضها حقيقة دقيقة جدا وكالت ناسا استخدمت فيها أقمار إصطناعية استخدمت مناطيد لدراسة الطقس ودراسة ومضات البرق ووجدوا أن أي ومضة برق لا يمكن أن تحدث إلا إذا نزلت شحنة كهربائية سالمة مثلا من الأسفل الغيمة باتجاه الأرض واصطدمت مع الشحنة الموجبة وشكلت شعاع البرق الراجع إذن ومضت البرق حتى تحدث لابد أن تمر وتنزل ثم ترجع هذه الحقيقة من الصعب على أحد أن يعلمها قبل سنوات قليلة كيف علمها حبيبكم عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا الحديث أيها الأحبة الذي رواه الإمام مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين صلى الله عليه وسلم وبالفعل عندما قاس العلماء زمن ومضة البرق المرور والرجوع هذا تبين أنه قريب جدا من طرفة العين يقاس بعشرات الميلي ثانية والميلي الثانية هو جزء من الألف من الثانية تماما طرفة العين تقاس بأجزاء من الميلي الثانية عشرات الميلي الثانية يعني والله الإنسان يعجب من أين له بهذا العلم عليه الصلاة والسلام وهذه رسالة أيضا أوجهها لمن ينكر أحاديث النبي ويقول لسنا بحاجة لهذه الأحاديث هذه الأحاديث تنبئنا اليوم بحقائق علمية يقينية تشهد على أن النبي بالفعل قالها وإلا من أين جاء هذا الكلام إنه يشهد بالفعل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة الخامسة أيها الأحبة الدماغ فيه منطقة مهمة جدا هنا خلف الجبهة تدعى الناصية هذه المنطقة عبارة عن فيها مليارات الخلايا المعقدة جدا خلايا عصبية مسؤولة عن القيادة والتوجه والإبداع والخطأ والكذب هذه المنطقة يعني لم يكن أحد يعلم مهام هذه المنطقة فإذا أردت النجاح في الحياة فيمكنك أن تسلم هذه المنطقة لمن تثق به هو سيعينك على اتخاذ القرار النبي عليه الصلاة والسلام أدرك هذه المعلومة قبل 14 قرنا لذلك كان كثيرا ما يدعو حسب الحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول يدعو ربه يقول ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك يعني يا رب سلمتك هذه الناصية وأنت توجهني كيف تشاء باتجاه الخير الذي يرضيك كيف علم حبيب عليه الصلاة والسلام أن مركز القيادة يقع هنا في الناصية حتى يسلم هذه الناصية لله يسلمه مركز القيادة إذن هذا الحديث يشهد على أنه رسول صادق وصفه الله بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة الحقيقة السادسة أيها الأحبة نشاهدها اليوم هل سمعتم بشاب يموت فجأة؟ كثير هل سمعتم بإنسان لا يستيقظ يموت موتا مفاجئا؟ الموت المفاجئ أثناء مباريات كرة القدم تجد مذيع على الهواء يموت حالات الموت المفاجئ تكثر وتزداد وتنتشر في العصر الحديث قبل مئات السنين هذه الظاهرة لم تكن معلومة اليوم يؤكد العلماء أن ظاهرة الموت المفاجئ منتشرة وهناك إحصائيات دقيقة للأمم المتحدة تؤكد بأن الموت المفاجئ لم يظهر إلا حديثا ولا يمكن إيقافه بالرغم من كل الاحتياطات الطبية والإجراءات اللقائية طيب من كان يتنبأ بأن الموت مفاجئ سيكثر؟ قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الطبراني إن من أمارات الساعة أي من علامات الساعة أن يظهر موت الفجأة يظهر يعني يكثر ويظهر للناس كأنه كان مخبأ وظهر صلى الله عليه وسلم شيء غريب يعني من أخبره بذلك؟ أختم أيها الأحبة بهذه الحقيقة السابعة والأخيرة أن كل علماء الدنيا أنفقوا المليارات حتى الآن مليارات من الدولارات على محاولات لإطالة عمر الإنسان وفشلوا في كل هذه التجارب والاختبارات وضيعوا هذه المليارات محاولة إطالة العمر كان لها آثار سلبية أن هذه الخلية تتحول إلى خلية سرطانية إذا لم تمت إذا حاولت أن تطيل عمر الخلية تتحول إلى خلية سرطانية شاذة تتكاثر بشكل عشوائي طيب هناك حقيقة إذن لا يمكن إطالة عمر البشر مهما حاولنا وأن الهرم أو الهرم أو الكبر في السن أو الشيخوخة ليس له علاج أبدا حتى الآن ولا يمكن أن يكون له علاج لأن هناك ما يسمى بالموت المبرمج للخلية الموت الخلية أجل الخلية موجود في داخلها فلا يستطيع علماء أن يتحكموا بهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام علم هذه الحقيقة وأنبأنا عنها قال صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له شفاءا إلا داءا واحدا الهرم فالهرم أيها الأحبة أو الشيخوخ ليس لها علاج انظروا إلى حالات زهايمر في بريطانيا مثلا عشرات الآلاف من الحالات ترهق الدولة بمصارفها المرتفعة مليارات ينفقونها على علاج هذه الحالات ولا يستطيعون علاجها ولا يستطيعون التخلص منها إذن أيها الأحبة داء الهرم لا يمكن علاجه أبدا طيب بالله عليكم أنا أود أن أتساءل الآن من أنبأ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق العلمية الدقيقة التي نراها اليوم من علمه هذه العلوم ونحن تحدثنا في علم الجيولوجيا في علم الطب الناصية في علم السكان والإحصائيات والأديان انتشار الإسلام تحدثنا في علم البكتيريا والطب الوقائي التراب الطهور تحدثنا في موضوع البرق يعني انظروا كيف النبي يتنقل من علم إلى علم موضوع الناصية موضوع موت الفجأة الطب وموضوع أيضا العلاج والطب طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لديه موسوعات لديه مختبرات لديه مراكز أبحاث في كل مكان يأخذ من هذه المعلومات نقول نعم كان لديه من علمه وقال في حقه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وعسى أن تكون هذه الحقائق وسيلة لكل مشكك أو ملحد يرى من خلالها نور الإسلام وصدق رسالة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا